الحرب الأهلية في إثيوبيا تقرع أبواب العاصمة الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد معلومات عن زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة تطور يأتي بعد ساعات من نداء صدر عن سلطات العاصمة أديس أبابا إلى سكان المدينة جاء في فحواه أن احملوا أسلحتكم واستعدوا للدفاع عن أحيائكم ومساكنكم في بيان دعت فيه أيضا الأهالية إلى سرعة استخراج طراخيص لحمل الأسلحة والتجمع في الأحياء السكنية للدفاع عنها وجاء في البيان أن السلطات تجري تفتيشا من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبضة على مثير الاضطرابات ثم ملبثت السلطات الأمنية في أديس أبابا أن دعت سكان المدينة إلى الإسراع بتسجيل الأسلحة النارية بعدما قالت أنها تلقت معلومات تفيد بأن جبهة تحرير تيجراي كانت تخطط لاستخدام الزي الرسمي لقوات الأمن بهدف إرباك سكان المدينة والقيام بأنشطة وصفتها بالإجرامية وفي أول رد فعل دولي حذر المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي متمرد تيجراي من التحرك صوب العاصمة الإثيوبية تطورات تأتي بعد ساعات من إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تقاتل الحكومة المركزية سيطرتها على بلدات عدة في الأيام الأخيرة وأنها بدأت تدرس قرارا بالزحف صوب العاصمة الإثيوبية التي تبعد نحو 380 كم عن مواقعها المتقدمة حاليا ترجمة نانسي قنقر